السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللي احنا بنذكره ده ده عبارة عن رؤوس أقلام حاجات كده مختصرة وإلا لو هنقعد نفصل فاحنا محتاجين على الأقل من سبعين لمائة حلقة عشان نتكلم عن الظهر الآخرة باستفاضة وتفاصيل مهمة جدا جدا لكن عشان شهر رمضان وعايزين نقول الرحلة كلها في شهر رمضان فعملناها في موجز أنباء الآخرة النهاردة هنقف مع نعيم القبر وعذابه وأنا يعني متعمد أقول كلمة نعيم القبر وعذابه بدل ما أقول عذاب القبر ونعيمه وده من باب البشرة الطيبة ومن باب حسن الظن بالله ومن باب إن احنا نفتح باب الأمل في قلوب الناس بدل ما عدوا أقول للناس عذاب القبر واسكت مرة واحد قابلني والله زمان من فترة كبيرة وكنت ساعتها فيقدم برنامج على إحدى القنوات كان البرنامج ده ساعتين في الأسبوع ساعتين متوسطين يعني فالمم قال لي شيء محمود هو هو القبر ما فيهوش غير عذاب قلتوا لأ فيه نعيم طبعا قال لهم ليه يعني كتير من الدعاء اللي لم يكن أكثر الدعاء ما بيكلمونيش غير عذاب القبر قلتوا لي طب والله العظيم الحلقة اللي جاي إن شاء الله هكلمك إن شاء الله عن نعيم القبر وربنا قدر وحضرت موضوع عن نعيم القبر دون إنكار لعذاب القبر والله العظيم قعد معايا الموضوع دوت نعيم القبر قعد معايا الحلقة ساعتها اللي هي ساعتين وكملتوا في الحلقة اللي في الأسبوع اللي بعده ساعتين كمان أربع ساعات يا مؤمنين وأنا بتكلم عن نعيم القبر عشان من يأس حتى من رحمة ربنا قبر فيه نعيم والله وفيه عذاب والله فيه نعيم لأهل الإيمان وفيه عذاب لأهل الكفر فيه نعيم للناس الطائعين وفيه عذاب للعصاء اللي متابوش انقدر الله عذابهم لإن الإنسان اللي بيعصى ربنا هو فيه مشيئة الله إن شاء الله عذبه وإن شاء الله عفى عنه سبحانه وتعالى لا يسألوا عما يفعله وهم يسألون القبر أول منازل الآخرة أول ما الإنسان يكون عايش ومبسوط ويجمع فلوس ومتمتع وعنده بلته وعربيته وشالية ويتفسح ويخرج بره ويرف الدنيا لكن بمجرد ما بيخرج من الدنيا أول مرحلة بيقابلها مباشرة هي القبر عشان كده أنا عن نفسي يعني لما بشوف القبر والله العظيم بتأثر بي جدا أكتر من ذكر الجنة والنار احنا الجنة والنار طبعا عارفين كل حاجة عنها اللي قالهنا النبي صلى الله عليه وسلم واللي وردت في الكرآن لكن القبر شفناه قدام عينينا والحاجة اللي تشوفها تتأثر بيها أكتر من حاجة اللي تسمع عنها شان كده سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه في الحديث الذي رواهه الترمذي بإسناد حسن كان لما يقف عند القبر يبكي حتى يبل الحصى بدموعه فقال له سبحان الله تذكر الجنة والنار أمامك فلا تبكي ويذكر القبر فتبكي قال أجل أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منازل الآخرة فإن نجى منه العبد فما بعده أيصر وإن لم ينج منه العبد فما بعده أشد وقال وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفضع منه الله أكبر قبر حفرة حفرة دي ممكن تكون تكون منورة وتكون مضيئة وتكون أجمل من أجمل قصر سكنت في حياتك في الكون ده كله وممكن تكون أسوأ من أسوأ حفرة أعدت فيها في الدنيا دي هو ده صندوق العمل ده المكان اللي تقدر تقول من خلاله اللي عملته هناك هتلاقيه هنا هو ده القبر ولذلك ورد في الحديث العجيب اللي درواه أحمد بسناد الحسن عن البراء بن عازب رضي الله عنه وعن صحابة أجمعين بيقول كنا قاعدين مع النبي عليه السلام فجأة النبي لمح بعض الناس بتجمعين كده مجموعة كده إيه يعني ملمومين على بعض فقال لهم ماذا يصنعون قالوا اجتمعوا على قبر يحفرونا فما كان من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا إنه قام في ساعتها مفزوع وجيري على القبر وقعد كده عند شفير القبر كده وقعد ينظر للقبر ويبكي حتى بل الحصى بدموعي ثم قال للصحابة أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا لليوم اللي هتنزلوا في القبر ده جاهزوا نفسكم استعد استعدوا من دلوقتي أنا عن نفسي كل فترة كده وأنا ماشي بعربيتي لما بشوف جنازة مشى في أي مكان والله بركا عربيتي ومشار الجنازة أنا معافش مين اللي ميت واحضر الدفنة لو كان رجل بنزل معا أدفنه ولو كان امرأة بنتظر برا لحد ما أدفنها وأقول ما أعز على القبر وأدعي والناس تأمن أو الأصل إن كل واحد يدعو بنفسه وأمشي قلبي يتغسل لمدة شهر أو شهرين برؤية القبر في مرة كنت في دفنة واحد قريب زميلي وروحنا ودفننا الرجل وبعد ما دفنناه نمت في القبر نمت كده في القبر فالشباب يقول لي اطلع يا شيخ محمود فرديت بكلمة ما نسهاش طرم والله ثم والله لو أعلم إن قبر ده هيبقى روضة من رياض الجنة ما كنتش ما كانش ممكن أنا أطلع منه الآن أبدا كنت أتمنى مد دلوقتي القبر يا شباب القبر هتجدني بفكر فيه أنا مش بقول الكلام دي عشان نهيقس بالعكس أنا بقولك استعد بقولك حبيبي أنا خايف عليك عندك امتحان ممكن تذكر بقولك حبيبي أنا خايف عليك قدامك فرصة شغل ممكن تزبط أوراقك بقولك حبيبي أنا بحبك وخايف عليك وانت رايح تتجوز ممكن تجاهز شقتك وتجاهز فلوسك وتزبط حياتك وتقرأ عن الزواج عشان تستعد أنا بحبك خايف عليك إن انت تخش وتتجوز من غير ما تعرف أي حاجة عن الزواج في الإسلام ولا تعرف سنن النبي ولا تعرف حاجة تخش تلغبة الدنيا وتعامل زوجتك أسوأ معاملة يحصل بعدها انفصال تخرب بيتك وتخرب حياة إنسانة فبقولك أنا خايف عليك فاستعد فأنا بقولك القبر ده حبيبي إن شاء الله يكون روضة من رياض الجنة ممكن تستعد وما بذكر لكش الجانب اللي بزعلك مع إني لا أونكره قبر فيه نعيم وعزاب فبقولك حبيبي أنا بحبك وبقولك أخت الفاضلة انت غالي عنتي ممكن نتجاهز ممكن نستعد النبي قالها أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعده عشان كده كان بيأمرنا إن إحنا نكتر من زيارة الكبور اللي الناس ما بتحبش تروحها إلا لما حد يموت لها وغصبا عنها وتروح عشان تدفن وتمشي خد زوجتك وولادك زي ما بتروح وتتفسحه وتتمتعه ده مش حرام ده جميل جدا الله يبارف فيك ويعزك في السحهم وكرمهم وفرحهم وفي نفس الوقت خدهم كده لزيارة الكبور لزيارة أمواتك أول حد لو ما حدش لو ما حدش ماتلك روح لزيارة أي كبور من كبور المسلمين وقل لي زوجتك وولادك والله أنا بحبك ونفسي إن ربنا يجمعنا بيكم في الجنة فبالله عليكم عايزين نتاع ربنا عشان لما ننزل القبر ده نلاقيه روضة من روضة الجنة وعشان لما ربنا يجمعنا في الأخرة نبقى من أهل الجنة نفسي ما تحرمش منكم لأن ربنا قال كده كل إن الخاصرين الذين خاصروا أنفسهم وأهليهم يوم القيام أنا مش عايز أفقت حد منكم أنا عايزك يا بويا تبقى معايا في الجنة أو أنا أبقى معاك في الجنة عايزك يا أمي تبقى معايا في الجنة عايزك يا زوجتي عايزكم يا أولادي عايز العيلة كلها تتجمع يتلمش يا من أنا في الجنة الله على الإحساس الجميل ده النبي بيقول كما عند الحاكم بسند صحيح ألا إني كنت قد نهايتكم عن زيارة الكبر ألا فزوروها فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر بالآخرة قد طاروا من زيارة الكبر هتلاقوا لكم رائية وجميلة فيش ظلم فيش حسد فيش حقد فيش خصام مفيش أنانية مفيش رياء مفيش نفاق مفيش كذب مفيش أي حاجة وحشة لإني خلاص أنا عارف إن نهايتي هي الحفرة دي أجدب لي وانصب على الناس لي وظلمهم لي وأقو أم وأبويا لي وظلم زوجتي وأولادي لي وما كرمش اليتمة لي وما كرمش جراني لي قبر دي رب الإنسان أنا عن نفسي بتربى برؤية القبر والله العظم أكتر حاجة بتربيني وأكتر حاجة بتأثر فيها رؤية القبر قال إني كنت قد نهايتكم عن زيارة الكبر قال إني فزوروها لوصية النبي فإنها ترك القلب تخلي قلبك رئيء وتدمع العين تخلي دموعك حضرة وتذكر بالآخرة قال سفيان الثوري من أكثر من ذكر القبر وجده روضة من رياض الجنة ومن نسي القبر وجده حفرة من حفر النيران فعشان كده بقولك القبر صندوق العمل اللي هتعمل وهنا هتلاقيه هناك في القبر وعايز أقول كلمة قبل ما اطلع فاصل بالله عليكم ماذا يوازي نعيم ألف سنة لو كنت مالك من ملوك الدنيا وعشت ألف سنة ماذا يوازي نعيم ألف سنة مع أول ليلة هتبتها في قبرك ربنا يجعل قبرنا راضة من رياض الجنة هنكمل بعض الفاصل صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت بكلمكم عن القبر وان احنا هزين نستعد ونجهز نفسنا الشيخ محمود انت بتفول علينا انا ما بقولش عليك يا حبيب انا اتمنى ان انتوا تعيشوا مليون سنة لكنه بعد المليون سنة ما لازم هنموت فكده كده شوف لما ملك الموت نزل سيدنا موسى وقال له ان ربك يخيرك بين ان تمر يدك على جلد ثور فلك بكل شعرات سنة جلد الثور ده اللي جلده مليان ملايين الشعيرات تمام قال ملايين الشعر قال له بكل شعر ليك سنة قال له ثم ماذا قال له ثم تموت قال فالان انا دلقتي من احب لقاء الله كما عند البخاري من احب لقاء الله احب الله لقاء ومن كره لقاء الله كره الله لقاء ما بقولكش اتمنى الموت بس بقولك جاهز نفسك خليك جدع خليك فهم المسألة صح كده كده مهما طال عمري فالليل مهما طال فلابد من طلع الفجر والعمر مهما طال فلابد من دخول القبر هتعيش قدي سبعين ثمانين مئة سنة مية وخمسين سنة يلا ميتين سنة وبعدين وقبر طب اجهز نفسي من دلقتي اضبط نفسي كده وست في اوراقي واعد الالدي كده مع نفسي افكر اعمل ايه عشان قبر يبقى روضة من راد الجنة اه صلاة بري والدين اكرام يتامة احسان الى الجيران البعد عن الخمر والربا والفواحش وكذا 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 زبط حياتك شوف ايه اللي يخلي قبرك ده نور وروضة ويه اللي يخليه ظلمة ويبعد عنه صح كده ورسالك الانسان ما ينزل قبره جماعة القبره هو الواحد محدود جوه القبر وفي حيطة هنا وحيطة هنا الحيطة دي هتيجي كده والحيطة دي هتيجي كده دي بيسموها ايه بيسموها ضمة القبر ضمة القبر يعني انا بقى هنا كده والحيطين يجوا علي ويلمسوا بعض بالزبط كده طب ده انا كده اطفع عساب لا ده المين ده الكافر اللي يحصل معا كده انه يضم عليه القبر حتى تختلف اضلاعه طب والمؤمن ما برضو القبر هيتضم عليه ايوا القبر هيتضم عليه بس هيبه اجمل وقاليا من ايه من الملبن تخيان حضرتك ايه الدليل على كده ايه الدليل على كده ان النابع السلام لما كان بيدفن سعد ابن معاذ سبح كثيرا ثم كبر كثيرا فقال الصحابة لماذا فعلت ذلك يا رسول الله قال لقد ضم القبر على سعد ابن معاذ ضمة لو نجى منها احد لا نجى منها سعد ابن معاذ وسعد ابن معاذ من اهل الجنة خبال حضرتك فمعقول واحد من اهل الجنة هيعذب طبعا لا خبالك يقول احد التابعين لان القبر او لان القبر هو جزء من الارض فالارض كالام التي خلقنا منها منها خلقتهم وفيها عيدهم ومنها خرجهم طارة اخرى فاحنا خلقنا من الارض خبالك بقى قال لك فالارض دي عاملة زى الام فحينما يموت العبد بعد ان غاب عنها غيبة طويلة يكونوا كالابن الذي غاب عنها ستين سنة سبعين سنة حسب العمر اللي انت عاشته فوق الارض فلما تيجي تدفن كأنك عدت الى امك فمن كان طائعا لله كانت ضمة الام ضمة حب وحلال غضح المعنى ومن كان عاصيا لله كانت ضمة القبر يختلف فيها اضلعه لو ضمة القبر ما تخوفش الا الكافر واللي بارز ربنا بالمعاصي وما تبشي منها دي تخوفه قوي انما المؤمن الله ضمة القبر اقسم لكم بالله حضن ام ده الكلام اللي يتقال والكلام اللي عليه دليل من كتاب والسنة عشان ما نيقس الناس من رحمة ربنا خايف من ضمة القبر والناس من خوفاني من ضمة القبر قطع ربك تلاقي ضمة القبر أليا من حضن أمك الله يا حتى ان النبع السامي يقول كما عند احمد بسنة دان صحيح ان للقبر ضغطة لو كان احد الناجيا منها لا ناجيا سعد بن امعاد حتى الطفل الصغير لا ينجي منها وبرضو ضمة القبر للطفل انه غير مكلف ضمة أم حب وحنان قال صلى الله عليه وسلم كما عند اتباراني في الكبير سنة دان صحيح لو أفلت أحد من ضمة القبر اللي أفلت هذا الصبي ده كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم تعالوا نشوف في عجالة سريعة عشر أنواع من النعيم اللي هيتنعمها المؤمن في قبره وسبع أنواع من العذاب اللي هيتعذبوا الكافر في قبره في عجالة سريعة وزي ما قلت لكم هي كلها رؤوس أقلام قلت لكم أنت كلمت عن نعيم القبر في أربع ساعات مش معقولة هقدر أتكلم عن نعيم القبر وعذاب القبر في 22 دقيقة بتفصيل إنما هي فقط رؤوس أقلام موجز أنباء الآخرة والأنباء بالتفصيل إما أن ربنا يقدرنا ونعملكوا بقى الرحلة كاملة بالتفصيل يعني مش عايزة أقول الممل بالتفصيل الجميل وإما إن شاء الله نشوفها كده عيانا جهارا كده لما نروح ونرقى الله سبحانه وتعالى ونمر بكل مراحل الضر الأخيرة بنعيم فضل الله سبحانه وتعالى عشر أنواع المؤمن بيناعم في قبره عشر أنواع من النعيم أعدوا معايا بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم أول نعيم إن ربنا سبحانه وتعالى يثبته عند سؤال الملكين ده أول نعيم قال جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء يبقى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا فين؟ عند الموت اللي يا من كان آخر كلامي لا إله إلا الله لا إله إلا الله دخل الجنة طب وفي الآخرة قال لك في القبر في أسئلة الملكين الثلاثة من ربك ما دينك ما النبيك الله يبقى أول نعيم إن ربنا يثبتك عند السؤال لأن بناءنا على التثبيت ده يكون النعيم أو العذاب يبقى أول نعيم للمؤمن ربك هو اللي يثبت قول لي هثبتني في إيه طب ما أنا حافظ إجابات الأسئلة دي أقول لك والله ثم والله رؤية الملكين في القبر تفقدك الزاكرة لو سألك اسمك إيه هتقول له ما عرفش رهبة يا جماعة قبر وملكين طلعين لك بيقعدوك وبيقول لك من ربك رهبة رهبة وخوف فربك هو اللي يثبت ربك يثبتك بقى يثبتك ويلقى في قلبك ربي الله ديني الإسلام نبي محمد صلى الله عليه وسلم دي أول نعيم تاني حاجة ربنا يوريك في القبر وركز معي هيوريك النار اللي انت كنت هتخشها يوم القيامة لو كفرت بالله يتفتح لك كده جدار في القبر وتشوف نار جهنم وتشوف مكانك اللي كان محجوز لك في نار جهنم لو كفرت بالله ما هو كل واحد ليه مكان في الجنة ومكان في النار فإذا دخل الكافر النار ورث المؤمن مكانه في الجنة يبقى مكاني ومكانه سبحانك يا رب هي كده ويلاقيك هون الوارثون الذين يارثون الفردوس قالك يوريسوا مكانهم ومكان التانيين سبحانك يا رب قالك فيتفتح له فتحة في الجدار فيشوف نار جهنم يحطم وبعضها بعض فيخاف فقاله لا تخف كان هذا مصيرك لو كنت كفرت بالله أما إذ آمنت بالله اقفل ويفتح الفتحة الناحية التانية بقى لنعيم التالت بقى يفتح له باب إلى الجنة خد بالك بقى الجديد في الموضوع إن لما يفتح له باب للجنة مش بقى يأتيه من ريحها من ريحها ورايحانيها وبس لأ لك لأ ده يشوف قصره في الجنة وبيته في الجنة ومكانه اللي هيعيش فيه في الجنة ده الجميل بقى ده جديد في الموضوع بقى يبقى النعيم التالت إن هو يرى مقعده ومكانه في الجنة الله يا رب رزقنا يا رب النعيم الرابع القبر ظلم يا ربي قبر ظلم مقفول مفيش لفلولوسينت ولا نور وقالي حاجة ينور له قبره الله كشفات إلهية أنوار لا تخطر على قلب بشر نور ما بيقطعش أبدا لو انقطع المزوت ولا بيحصل انقطع في الطياري الكهربائي ولا بتاع نور لا ينقطع إلى يوم القيامة ينور له قبره ده النعيم الرابع النعيم الخامس يتفتح له يفسح له في قبره في قبره مد البصر يعني القبره دي متر في مترين ولا نص متر في مترين يتفتح له مثلا عشرين كيلو مثلا أو أكتر مد البصر كل دوت قبره هو عايش فيه لوحده مخبت بالك ومعه بس عمل الصالح الذي يقول أبشر بالذي يصرك هذا يومك الذي كنت توعد الله أكبر يبقى ده النعيم الخامس يفسح في قبره مقاش بس فقط مترين في متر لا يبقى حاجة كده عشرين كيلو تلاتين كيلو يفسح له في قبري مد بصرين رقم ستة ينام في قبره أطيب نوم أجمل نوم في الدنيا نام في قبرك كنوم العروس الذي لا يكذه إلا أحب أهليه إلي رقم سبعة أعمال الصالحة تمثل له في صورة رجل صالح جميل جميل الوجه جميل الملبس جميل الرائحة يقول أنا عملك الصالح لما يقوله أبشر بالذي يصرك هذا يومك الذي كنت توعد يقوله من أنت في وجهك الذي يأتي بكل خير يقوله أنا عملك الصالح ويفضل يقانسه لحد يوم القيامة النعيم رقم تمانية يتملئ عليه القبر كله خضرا إلى يوم يبعثون يتملئ خضرة من خضرة الجنة الله أكبر النعيم التاسع يتفرش له في قبره من الجنة أفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة يبقى تحته كده القبر مفروش فوق الخضرة اللي موجودة مفروش من الجنة وبعدين ولبسه كله من لبس الجنة هو في قبره والنعيم الأخير إنه هو في قبره يبشر وهو في قبره بصلاح ولده الله أقراركو بقى في عجلة سريعة كده بقى العذاب الذي يعرض له الكافر والمنافق في القبر سبع أنواع بعدد أبواب النار ربنا عافينا عافيكو يا رب العالمين أول حاجة ينادي منادي من السماء أنكذب عبدي وهو في قبره أنكذب عبدي لأن ربنا مش هيثبته وهو ربنا ما ثبتوش لأنه كافر ويضل الله ظالمين هفعل الله ما يشاء من ربك ما دينك من نبيك ها لا أدري خل بالك فربنا سيقول أنكذب عبدي رقم اثنين يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه رقم ثلاثة يفرش له في قبره من النار ويلبس ثيابا من النار رقم أربعة يمتلئ عليه قبره ظلمة القبر كله مظلم مش شايف حاجة خالص غير وجه بس ايه عمله الفاسد رقم خمسة يصلت عليه ربنا عافينا عافيكو يا رب تنين يلسعه وينهاشه ربنا عافينا عافيكم يصلت عليه التنين يلسعه وينهاشه رقم ستة يضرب بمطراق من حديد حتى يصير طرابا ثم يعيده الله كما كان رقم سبعة يمثل له عمله في قبره عشان كده محتاجين نستعد يا إخواني وإخواتي القبر صندوق والعمل وقلت لكم بقدم دايما البشرة قبل غير البشرة قلت نعيم القبر وعذابه يا رب يجعل قبرنا روضة من رياض الجنة ويا رب نستعد لليوم ده واتمن دي الوقتي كشف حساب قبل ما نلزل قبرنا ربنا يا رب انور قبرنا وقبركم يا رب العالمين وجعلنا وياكم من أهل الجنة سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله عن نبينا محمد وعلى عليه وسحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر